مرونة كبيرة وصلابة ميزت لاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، وذلك في مواجهة جميع الأزمات التي مرت بها الدولة. البداية كانت في الخامس والعشرين من يناير من عام 2011، عندما واجه الاقتصاد المصري تحدياً كبيراً خلال تلك الفترة وما تلاها، إثر تضرر كل مصادر الدخل القومي من سياحة وتحويلات وسثمار أجنبي، وانخفاض دخل قناة السويس وتوقف عجلة الإنتاج، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى أدنى حد له، حتى أنه لم يعد يكفي واردات مصر من السلع الغذائية الأساسية. كما خرجت مصر من مؤشر جيبي مورغان لعدم الوفاء بمتطالبات المؤسسة في عام 2011، أما في الفترة بين عامي 2012 و2013، فقد وصل العجز إلى مستوى قياسي ليبلغ 200 مليار جنيه، وانخفض تصنيف مصر الاقتماني، كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمستوى أقل من 15 مليار دولار، وبعد أن ثار المصريون وفي وقت كانت تتعافى فيه مصر من أثار أزماتها الاقتصادية في أعقاب الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، بدأت تشرق شمسها من جديد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجني ثمار التنمية التي ضربت جذورها في أرجاء المعمورة، لكنها سرعان مصطدمت بأزمة جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على العالم أجمع. ورغم ذلك، تمكن الاقتصاد المصري من الصمود وقتها وتجاوز الأزمة التي كان نعكاسها على الاقتصاد المصري محدودا بدرجة كبيرة، بفضل برنامج الإصلاحي الاقتصادي بما مكن من تحقيق معدل نمو إيجابي في عام 2019-2020، بلغ ثلاثة وستة من عشر في المائة رغم الجائحة، الأمر الذي يعد إنجازا كبيرا شهدت له كافة المؤسسات الدولية، وما إن خفتت إلى حد ما مخاوف الجائحة وبدأت الحياة تعود لطبيعتها حتى جاءت الأزمة الأوكرانية الروسية ليواصل العالم معاناته وهذه المرة بشكل أكبر لتهز الأزمة قدرة أعطى الأنظمة الاقتصادية العالمية، ولأنه يقف على أرض صلبة يصعب زحزحتها ظل الاقتصاد المصري صامضا في مواجهة الأزمة ليحقق أعلى معدل نمو منذ أربعة عشر عاما، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث فاق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ ثلاثة واثنين من عشر في المائة في عام 2022 ليحقق ستة وستة من عشر في المائة في عام 2021-2022 مقارنة باثنين وتسع من عشر في المائة في عام 2013-2014. هي إذن جهود كبيرة بذلتها مصر وتبذلها بإرادة صادقة وجادة لمقاومة الأزمات الداخلية والعالمية وقصة نجاح كتبتها سياسات حكيمة بأحرف من نور من أجل مواطن يستحق أن يعيش حياة كريمة